وعايز استعرض مع حضراتكم يعني أهم النقاط اللي خرق بيها اتحاد الكرة النهاردة ودي أهم النقاط اللي عايز استعرضها مع حضراتكم أول حاجة تكون فترة القيدة الأولى بداية من 27 يوليو حتى 5 أغسطس 2023 اللي هي القايمة الأولى يعني القيدة الإضافية اللي هي القايمة الثانية لغاية يوم 14 سبتمبر يعني يفضل الماركت مفتوح لغاية يوم 14 سبتمبر في الثالثة عصرا تكون فترة القيدة الثانية لفرق القسم الأول خلال فترة من 6 يناير حتى الثالثة عصرا 31 يناير 2024 31 يناير 31 نهاية من 1 يناير حتى 31 يناير شهر يناير كله العدد المسموح لقيد اللعبين في قائمة كل فريق في الدورة هو 30 العيد محددش بقى صغيرين كباروا بتاع كل فرق لها 30 العيد يسمح لكل نادي قيد 3 لعبين في قائمة الانتظار من اللعبين المستمر عقودهم حتى قبل نهاية فترة القيد الثانية في يناير ولا يسمح لهم بالمشاركة في المباراة اللي بعد إضافتهم ضمن القائمة الأساسية أثناء فترة القيد ويلتزم النادي بسداد مستحقاته كاملة تبقى للتعاقد يعني هيبقى في قائمة الانتظار من حقك 3 لعيبة بس في قائمة الانتظار ولكن لازم تدفع يعني عقودهم كاملة يعني ما يبقوش متأيدين معك في 30 لعيب بس بتدفع لهم عقوده في حالة عدم قيد اللاعب أو قارطه يتم سداد كافة مستحقاته عن عقوده طبقا للائحة شؤون اللاعبين يعني معنى كده أنه بيقولك أنه في حالة عدم قيد اللاعب أو قارطه يتم سداد كافة مستحقاته عن عقوده طبقا للائحة شؤون اللاعبين أنا مش عارف إيه لائحة شؤون اللاعبين لكن هي المفروض الطبيعي ان انت اي لعيب مش هتعيده او اي لعيب مش هتعيره ان انت زي ما وجود في كل حتة في العالم ان انت النادي المفروض يبقى ملزم ان هو يدفع عقده بالكامل واحنا هنا في مصر بنفرق ما بين اللعيب المصري وبنفرق ما بين اللعيب الاجنبي اللعيب الاجنبي لازم تدفع له فوزه بالكامل انما اللعيب المصري لا ممكن تيجي عليه اتمنى ان يكون في النظام الجديد ان اللعيب المصري ياخد حقه لأن اللاعب المصري في لايحة شؤون اللاعبين متدس عليه فلازم يعني أتمنى أن الكلام اللي أنا بقى أريده اللي هو في حالة عدم قيد اللاعب أو عارته يتم السادات كافة مستحقاته عن عقده طبقاً للايحة شؤون اللاعبين دي أنا بقى شاكك أن إيه أنه ممكن للايحة شؤون اللاعبين بتكون بتقول أنه ما ياخد ما ياخدش يعني يكون أنه لازم تبلغه في خلال أسبوعين من انتهاء الموسم أنا عن نفسي بتمنى أن اللاعيب المصري يتعامل نفس معاملة اللاعيب الأجنبي ما يبقاش فيه تفرقة في المعاملة مش معقولة أن الناس الأجانب عندنا في بلدنا يبقوا اللاعيبة بتتعامل معاملة أفضل وليها أفضلية عن اللاعيب المصري إحنا طبعاً بنرحب بكل اللاعيبة الأجانب المميزة في الدوري المصري لكن أتمنى أن الكلام ده يتغير لأن دي حقوق اللاعيبة ودي قوانين الاتحاد الدولي وده الاتحاد الدولي بنص عليه ولو انت نفست الكلام ده برضو الاندية هتبقى واخدى بالها اكتر في اللعيبة ايه في اللعيبة اللي بتوقع اللي بتوقع معها نروح لنقطة اللي جاية لا يجوز لأي نادي شراء لعبين الا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف الترخيص طبعا البند ده بند ملوش اي علاقة بالفاينانس فير بلاي او اللعب المالي النظيف ده بند كده محطوط ايه اللي هو انت بتقول للعالم ان انا عندي ناس ميزانيات وبتاع انما مفيش حاجة اسمها كده انت ميزانية دي يعني ايه انت واحد ممكن يقدملك ميزانية اقولك ان الميزانية بتاعتي مليار جنيه خلاص انا اشتري بقى العيبة في المليار جنيه ده انما المفروض الفاينانس فير بلاي ده ليه نظام تاني خالص ليه نظام تاني خالص وخلاص خلي بالكم الدور السعودي من اول السنة الجاية هيبتدي يطبق الفاينانس فير بلاي اللعب المالي النظيف انت النهاردة عايزين يا جماعة ناخد النقطة دي ونتوسع فيها لان دي نقطة مهمة جدا ان احنا لازم تبقى الخطط بتاعتنا ان احنا نطبق نظام اللعب المالي النظيف يعني ان نظام اللعب المالي النظيف ده فيه نقاط كتيرة جدا ومعقد جدا ومحتاج مذاكرة كويس جدا محتاج ناس تدرسه وناس تذاكره انما فكرة ان انت بتذكر ان انت ان لازم يجيب العيبة جوه الميزانية بتاع في النادي طيب طب انا هقدم لك ميزانية مليار هقدم لك ميزانية اتنين مليار وهشتري العيبة في الاتنين في الاتنين مليار فالقصة بتاعت الفاينانس فير بلاي وبتاعت اللعب المالي النظيف هي اللي هتظبط لك العقود وهي اللي هتظبط لك السيستم بتاع الكورة في مصر واحدة من النقاط المهمة جدا اللي احنا لازم كلنا نحارب عليها نكمل للنقطة اللي بعدية لا يجوز للنادي اعرض اكثر من سبع لعبين خلال الموسم ولا يجوز للنادي اعرض اكثر من سبع لعبين خلال الموسم ما ينفعش ان انت تعير اكثر من ثلاث لعبين لنفس النادي او تستعير اكثر من ثلاث لعبين اكيد من نفس النادي يعشان يعني يبقى فيه يعني يبقى ما يبقاش نادي يعني اعتبر السيستر كلاب بتاع ايه نادي تاني في نفس الدرجة يعني السيستر كلاب يعني ايه النادي يبقى نادي عنده ستة سبعة لعيبة في نفس النادي يبقى خلاص النادي اللي هو بيعاير اللعيبة لنادي ده كأنه بيمتلك الفرقة بداية من الموسم المقبل لن يسمح باعرة أكثر من ستة لعبين وده طبعا ايه حسب قوانين الاتحاد الدولي وقوانين الاعرة اللي قرها الاتحاد الدولي ده فيما يخص لعيبة المحلين نخش على لعيبة الاجانب يسمح بقيد خمس لعيبة اجانب بحد اقصى الفرق قسم الاول يعني زي ما احنا شغالين ويسمح بقيد اتنين لعيبة لدور الدرجة التانية برضو زي ما احنا شغالين دور القسم التاني ولعب اجنبي واحد لقسم التالت برضو زي ما احنا شغالين وقالك إن يسمح بقيد تلات لعبين أجانب بالمراحل السناني المختلفة يعني عندك تلات لعيبة تحت السن بس ما ينفعش التلاتة يبقوا في نفس السن يعني لازم التلاتة مثلا واحد 2003 واحد 2004 واحد 2005 طبعا على أقل لا يشارك مع الفريق الأول أكثر من خمس لعبين في المباراة الواحد وطبعا اللعيب الفلسطيني مش هتحسب ضمن العدد لعيبة الأجانب وممنوع طبعا زي ما احنا ماشيين إن احنا نجيب حراس مرمى أجانب ده فيما يخص لحية الموسم الجديد للعيبة الأجانب ودي آخر حاجة زي ما قلت لحضراتكم ما ينفعش إن يشارك خمسة لعيبة ينفعش إن تجيب تمانية لعيبة أجانب مثلا خمسة جبار وتلاتة تحت السن وتشارك ستة في مباراة واحد لازم يكونوا خمسة لعيبة بس اللي بيشاركوا في المباراة الواحد فيما يخص بقى المدربين لا يسمح لأي مدرب تولي تدريب أكثر من فرقين خلال الموسم وأنا شايف إن النقطة دي عظيمة برافو برافو تحاد الكورى إن انتوا عدلتوا النقطة دي إن ما ينفعش مدرب يمسك أكثر من فرقتين طبعا زي ما أنتوا عارفين إن كان القصة يعني خرج نظام السنة اللي فاتت خرج قرار بإن لو النادي قالوا أو النادي استقال أو النادي قالوا فالناس تلعبت بالموضوع والناس تلعبت حولين الموضوع كالعادة يعني وكعادتنا يعني عادتنا مش هنشتريها يعني دايما بنعرف إحنا بنعرف نلف حولين إي حاج كويس أو إي يعني فطبعا بحي اتحاد الكورى إن القرار دا طلع إن ما فيش مدرب يمسك أكثر من ناديين مين بقى إنت مشيت هم مشوك القصة هم ناديين هتمسكوا وعجبني جدا النقطة الجاية اللي أنا هقولها لحضراتكو دي إن قالك إيه قالك إن لو نادي أقل مدرب من حقه إن هو يمسك فريق تاني في حالة الحيله مستقيلا فلا يمكنه يعني هو لو هو استقال ما يمسكش أي فرقة تاني تاني يعني لو مدرب استقال ما يمسكش أي فرقة تانية مزاجه يعني هو اللي مشي لو الفرقة اللي أقلته من حقه إن هو يمسك فرقة تانية بس الماكسيمم الماكسيمم آخر حاجة فرقتين برافو اتحاد الكورى خرج قرار عظيم جدا عشان الدايرة بتاعت المدربين وعشان المدربين إنت النهاردة بتلازم تسوق الأندية إن هي تاخد قرارات صحة في موضوع المدربين وبيعندها اقتناع كامل واختناع تام بالمدرب اللي بتتعاقد معاه وتفكر مليون مرة قبل ما تمشي مدرب إحنا كلنا وراء الاستقرار وكلنا وراء وأكيد طبعا في وقت البلقات أي إقدارة نادي خلاص المدرب قفلت معاك دومنا قفلت لازم يمشي بس مش مرة واثنين وثلاثة واربعة وأكيد أنت كمدرب ممكن تروح مكان وما توفقش وتستقيل بس لو استقلت خلاص مش هتشتغل تاني غيرت آخر الموسم لو فرقة مشتك هتمسك فرقة واحد برافو اتحاد الكورة قرارات جيدة جدا وقرارات عظيمة جدا